هذا الحقي كان بالألفين واثناش شو اللي خلاك توقفي قدامه هيك تقوليله دماني اعتكلوا أخوي عمره 15 سنة فأنا أول ما شفتهم أخدوه نزلت الجبل على السريع وروحت أنه أسألهم وين أخدوه وشو عملوا فيه يعني حوالت أدافع عنه بس هم يعني ما عندهم شنسانية يعني أنه يحسوا شوية فينا طب انتي هذا كله من الغضب اللي جواتك ما خفتي منه واقف حامل كل أنواع الأسلحة اللي بالعالم واقف قدامك وانتي بس بصوتك عم بتخوفي هم أصلا جبنة مفكرين حالهم انه سلاحهم بحميهم بس فلسطين ربطنا على انه ما نخفش من يعني من أشكال زي أشكالهم يعني اعتقال أحوكي اعتقال والدتك اعتقال والدك استشهاد عمك استشهاد خالك كلهم أمام عينك شو بتحسي من جوا يعني بحزن وكتير بحزن بس يعني شو بدنا نعمل هيك الله كاتب لنا انه يصير وكل شي يعني فيدى فلسطين هلأ لو بترجعي بتكرر الموقف بترجع بتوقفي قدامه أكيد هلأ بتوقفي قوة أكيد كنت عارفة انه عم بصوره لا أصلا ما شفتوش أنا معركتش انه بصور أنا أول ما شفت الفيديو انصدمت بعد هذا الفيديو تم تكريمك من بلدية في تركيا باشك شهير فورا دغري بعد ما شافوا الفيديو استدعوكي عزموكي وتم تكريمك احكينا عن هذا التكريم أنا وصلت مش عارف أصلا شو فيه فكرت يعني انه بس هيك بدنا نروح مش عارف شو بفيه حسا طلع أول ما وصلت المطار كان فيه كتير ناس وفيه يعني أطفال يعني بعمري ولابسين بلوزة وعليها صورتي يعني أنا مصدومة ما عرفتش بعدها أسبوع رحنا على مكان عرفت انه بنفس اليوم عرفت انهم بدهم يكرمونه يعني يكرمونه اي شي فروحت مليان ناس يعني في الكوعة ايه دخلت وصاروا يعني يسألوني شوي وكرموني بسطة في هذا التكريم ايه حسيت بالفاخر يعني اني عملت ايش وصلت رسالتنا للناس بالضبط هو هذا الفيديو هو هذا رسالة هو مش بس انه ايش عهد عملت فيه هو رسالة لكل العالم انه هاي أطفال فلسطين هذا اللي بطلع منهم ويعني مش انا بس لحالي اللي بعمل هيك كل اطفال فلسطين يعني بعملوا مثلي واكثر بالمدرسة بعلموكم ايش بعلموكم غير الكتابة والقراءة ايه بعلمونا تاريخ يعني بنوغ التاريخ عن فلسطين عن بلاد الشام بحكو لكم عن التقاوم والاحتلال بعلموكم الشجاعة بعلموكم انه ما تخافوا بعلمونا كل هاي الاشياء يعني انا اول يوم دومنا في بعض الفيديو يعني المعلمات والمعلمين يعني شجعوني ومنحونا ومش بس شجعوك يمكن شجعوا التلميذ بالمدرسة كمان نفس الشي انه ما يخافوا طيب انتي من سكان قرية النبي صالح بس عدد سكان هاي القرية ستمية شخص بس انتوا يعني ما شاء الله سكان هاي القرية عاملين ضجة مش يعني الدولة عربية كاملة وليس مدينة فحكينا ايش انتوا بالقرية بتعملوا شو وضعكم مع الاحتلال ايه هسا بنت المستوطنة يعني صاروا اولها يعني احنا مش بس ايام الجمعة كنا كل مرة يعني من قبل ما نبلش المظاهرات كنا يعني كانت البلد من قبل يعني تدفع عن الارض بس لما اجوا واخدوا العين وخربوا تاريخها وعملوها انه اشي تاريخي لهم ومستوطنات الثاني ومن الثمانية واربعين هندوها الثمانية واربعين بيجوا يعني بيصلوا فيها هسا احنا لما عرفنا انه هيك صورنا وصورنا ننزل بالمظاهرات كل يوم جمعة بعد صلاة الظهر معروفة عن اهلك بالضبط يعني والدتك ووالدك واخوانك انت عندك كمان ثلاثة اخوان معروفة عنكم انه انتو يعني تبعون نضال وتبعون مقاومة وتبعون يعني بتقاوموا الاحتلال وبهذا السبب كان في حملة اعلامية ضد عائلتكم بالذات من قبل الاعلام الاسرائيلي واعلام الجيش الاسرائيلي ما خفتوا هددوكم بالقتل وقالوا للناس هدول لازموا العيلة هاي تموت ما خفتوا يعني بشرفنا انه نموت شهده لفلسطين يعني بكفة انه عملنا احنا كل شيء بس احنا يعني بدواصل رسالة لكل صهيوني انه احنا مش خايفين ورايحين نظال مكملين لو شو ما صار حتى لو طخوا حدا من اهلك يعني مش راح بالعكس انه لو كل ما يقتلوا حدا منا راح يعني نزيد المكاوة نتشجع اكثر وصحيح راح نزعل بس راح نظل مكملين والدتك اعتقلوها خمس مرات وقدام عينك وانت تشدي فيها ما كنت تخافي تقولي بلاش يجو ياخدوا ابوي بلاش ياخدوا امي مرة تانية خليني هيقعد ساكتة هيقعد عاقلة يعني بالعكس انه احنا بضلينا مكملين وولا ايش ردنا بس يعني يعني احنا مش بس يجو علينا وياخدوا حدا احنا بنحاول يعني نفلتوا منهم بس يعني عالفوض هم مش راح يحسوا ولا ولا انتوا راح تيقاسوا ولا احنا راح ينيقاس يعني طيب لو سألتك هيك سؤال بتفكري انه انت راح تشوفي السلام يوم من الايام يعم الاراضي الفلسطينية ولا بتفكري انه لا ما اخذا بالقوة لا يسترد الا بالقوة يعني الحق لشعبنا يختار بالمكاومة المسلحة او بالمكاومة يعني الشعبية غير مسلحة مش راح مش السلام هو راح تسترد الا بالمقاومة او بالمكاومة يعني احنا يعني شو اذا ضلينا في بيوتنا كانتين بس بنشوف بالاخبار فيش اشي من بدو يحررها يعني بتكو بتكو تستنوا صلاح الدين يرجع يحررها عالفوض يعني ليش ما نصنع من حالنا صلاح الدين واحنا نحررها ما عندي شي احكي لك يا الله اويكي